مسلسل أمينة حي في الجزء الثاني ملخص أحداث الحلقة الثمنتاشر اللي بتبدأ بساعة قاعده بيفكر في جوازه من أمينة وخايف لتروح وتقول لمرطاته على موضوع طلقته اللي كان بقابلها دي تيجي باسبوسة بيسألها عن أمينة بتقوله إن هي شربتها حلبة حصا بيتطريق عليها وبيقولها عن تنوية البنت بتقوله أمينة صغيرة ولا أمينة كبيرة قال لها أنت بتتريقي بتيجي سابيكة وبعد كده وبتتكلم وبتقول الجوزت أمر عايز كما تتجوز أمينة أصرختك ساعدية جات وقالت على كل حاجة وأنا مش موافقة قال لها دا هيبقى عندنا خير وعز لما نجوزها هدخل عليكم كده شايل ومحمل بديماني حافب ناتف كده بس بوسة بتوافق وكمان بتزغرت وبيقول لها أيها كده أنت كده مراتي اللي بتفهميني حصة بتتكلم مع عبدالله ودايبا كده بتوقع بينه بين عبود وبين أمه وبتقول لأمك قاعد هناك وما سألتش فينا وبتقول عبود هناك هو ومعاي الساعة بتاعتك أكيد تسرقها منك بيتضح لنا أن هي فعلا اللي راحت وقدت الساعة دي لعبود وقالت له أنت هتفتح المطعم ومطعم كاشخة لازم تلبس ساعة كاشخة وأنا ما ادي لك الساعة دي وبتديله الساعة فعلا وبعد كده بتتهمه أنه هو اللي سرقها من أخوه علشان تسبب مشاكل كبيرة بينهم وبالفعل بيروح عبدالله وبيتكلم مع عبود وبيقول له أنت أخدت الساعة مني إزاي أنت سرقتها؟ قال له لأ حصة داتها لي بتنكر حصة أنها داتها له أصلا والأم بتقول لها عبلا ما تتكلمي كده بالنسبة للعزيز بيتكلم مع أمه وأنه زاعدين عشاقات الأخت طردتهم من الشركة بيقولها كلمها لي قالت له طيب يوم من كده وأكلمها ما أنت عارف أنها شرانية ومش بتنسى يوم من وأكلمها لك حصة بترجع مع عبدالله من المطعم وبتبقى زيها أنا جدا وبتقوله شايف أمك تتعاملني إزاي وبتتهمني كمان أنا مليش قاعدة هنا أنا عايزة بيت لي وحدي قال له أنا استحملتي كتير أنت من زمان بتقولي كده وأنا قلت لي كده أنا مش حاسب أمي أمر بتتكلم مع ساعد بيقول لي أنا بشكري جدا على كل حاجة عملتيها قالت له لا ما تشكرنيش عادي أثناء كلامه معها بتيجي أمينة ومعها أكياس بيتخض جدا بتقوله ساعدني في الأكياس بس الأكياس دي وديها عندكم بيشكرها جدا طبعا بتدخل البيت وبتتكلم مع طيبة ومامتها بتقولها مالك فيك حاجة قالت لها متضايقة حاسة أني وحيدة محتاجة رجل في حياتي طيبة عمالة بتتكلم مع نفسها وبتقول بشكلها عايزة تجيب دينا واحد تاني هنا ده احنا ما صدقنا خيرها كله حيبقى لينا بتقولها إي رأيك قالت لأيوة طبعا أنا معاك في أي حاجة اللي أعيب بعد كده الأم هو بتطلب من العامل اللي هو يفرغ لها الكاميرات ويجيب الكاميرا بالزبط والمشاهد اللي بين حصة وعبود وبتقول له صلت لي الكاميرا على حصة وهات لي الفيديو بتاعها بيطحولي وهاته علشان أنا عايزة أشوفه خاصة لو المشهد دي في ساعة لازم تفرجني عني ضروري بينما سبيكة كانت معرضة من جواز زاعد من أمينة وبتقوله إن هي مش عايزة يتجوز وإن هو مش بيسأل عنها وهي حامل قال لها روحي عني حتى القطة في الشارع بتحمل وبتولد أنت عملتي إيه قالت لأيوة أنا مش بقفة قال أنت بتعمله ده تعال كلمني هنا في اللي تتخلق معاه وتعلصتها وتقوله إن هي حتروح تقول لأمينة على كل حاجة وتفضحه قدامها ويدربها بالألم بتفضل تعيط بيقول لأنا رايح لبسبوسة ومش حبرك بيروح لبسبوسة اللي بتستغرب إنه جاي كانت بتنايب بنتها قال لها مش عايزة أسمع صوت بس هي فضلت تغني البنتها أمينة عند الدكتورة النفسية وبتقول إن هي حبيته فعلا يوم من الأيام طيبة ويه أمينة بيسمعه السريخ جاي من فوق وسويت وسويته صوت عالي وإخناقة قتالي الصوت جاي من عند سعد سعد اللي كان رابط سبيكها وبيضربها وبتطلع أمينة وطيبة بسرعة علشان يشوفه في إيه وبيلاقوا سعد رابط مراته وكان بيضرب فيها وطبعا كانت بسبوسة بتدفع عنها ولما سألوه ليه قال لهم عايزة تبلغ عني الشرطة وتحبسني طبعا أمينة بتفكها وبتحاول تاخدها علشان تهديها وطبعا كانت عمالة بتعيط وبتقول لها الحائلة يا أمينة ده عايز تجوزك ما توافقش على الجواز منه ده واحد حافي من التف عايز يتقدم لك ويخطبك إيه ويتوافقي إيه رأيك بسبوسة بتقول إنها عايزة تروح تحضر الأكل أما أمينة فبتقول لها إنها موافقة بتتصدم وبيدخلها على بسبوسة وهي بتحضر الأكل وبيحاولوا إن هما يهدوا سبيكة ويعودوا يفطاروا برة ساعد بنته بتعيط وبيروح يسكتها على الأكل كانت سبيكة متضايقة أمينة بتحاول إن هي تفكها شوية أما بالنسبة لعزيزة فكانت متضايقة جدا من وجودهم وتقولوا إن هما قاعدين هنا عايزين ياخدوا خير أمينة لأن سبيكة طلبت إن هي تقعد هنا عند أمينة وقالت لها مش عايزة روح له وكمان بسبوسة قلت لها خليني أنا كمان أعيش عندك وطيبة طبعا كانت متضايقة وبتقول شكلهم حاجة وياخدوا حلالها وإحنا لأ وعزيزة كمان بتقول إن منها عايز تربي أحسن تربية وإن المفروض أمينة هي لتربيه وتدفع له كل حاجة الكل طبعا فيها وأمينة عارفة كده كويس لكن في دماغها بس حاجة واحدة وهي إنها تتجوز سعد وبتقول لسبيكة وبسبوسة حاضر هشوفوا الموضوع ده بنفسي وارد عليكم الموضوع برضو عايز تفكير بتخلص الحلقة على كده وتكمل خاص لحداث الحلقة الثمنتاشر من مسافسل أمينة حي في جزء الثاني يارب الملخص يكون عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد أول بول وتابعوا بقى الحلقات اللي بنزلها هشوفكم على خير ويبار